بجدد تحية بالكابتن أيمن شوقي وضيوفه الكرام كابتن علام يهوب كابتن محمد يوسف كابتن عادل مصطفى والكابتن هاني العجيزي بعد مباراة ندر مباراة قوي جداً ما بين النادي الأهلي وحرص الحدود في آخر خمس داي قدر النادي الأهلي يحرز هدفين ويقتنس ثلاث نقاط غالية تقربوا أكثر وأكثر من درع الدوري ندر نقول لعب مباراة كبيرة وأدى أكثر من رائع الكابتن محمد حليم واحد من الكوادر الفنية الموجودة على الساحة المصرية كابتن محمد برحب حضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وخليني قبل ما أتكلم في لقاء أحييك على أدائك أحييك على الفريق والتيم المحترم اللي أنت عمله عملت المباراة كبيرة النهاردة وأنت بتلعب النادي الأهلي المتصدر وأقرب الفرق للحصول على درع الدوري سلام عليكم ورحيم بمسا لحضرتك كابتن عيمان شوقي وكابتن علاء ميهوب وكابتن محمد جوسف وكابتن هاني وكابتن عادل تحبايبي طبعا كلهم طبعا بشكر لعب طبعا المجود الكبير اللي عملهه مجود بدني واضح وطبعا الناس كلها متأثرة جدا بشكل كبير جدا من تلحم المباراة كل يومين موضوع صعب جدا جدا خصوصا الأندال ما عندهاش أعداد من اللعيبة وفرة من اللعيبة المميزة يعني مفروض بكل مكان في واحد واثنين وثلاثة عشان خاطر تقدر تعمل من اللعيبة فطبعا على يعني اللعيبة طبعا قدت نجود بدني كبير جدا تأثرة بي جدا نشوت الثاني في الآخر ربع ساعة أعتقد أن الجون الأول لو اللعيبة في حالتها البدنية كان قدروا يمنعوه بسهولة جون الثاني طبعا خطأ سازج يعني وأعتقد أننا لعطينا الكرة لأجراء عمالة عرضية الحلواني تأخر فيها بس بشكر اللعيبة طبعا عمل مجود كبير جدا يعني إحنا اللعبنا بطريقة 3-5-2 في قول المباراة لما لدي الأهلي عدل بطريقة 4-2-3-1 إحنا عدلناها 4-3-3 لعبنا خالي سامي قدام السيرد باكين لما لدي الأهلي جون الأول بتاعه وعدلتها تاني 4-4-2 بعد زلو شرويدا لعبت بشرويدا ويجريندو فأعتقد الحمد لله أني تعاملنا مع المباراة فلنيا بشكل كويس جدا بس الجوهد البدني أسطر بشكل كبير جدا على اللعبان محمد يعني على رغم من تغيير طريقة اللعبة في أكثر من توقيت في المباراة لكن كان عندك شكل دفاع منظم وكنت عارف أني نادل أهلي في آخر خمس دقائق أو آخر عشر دقائق هيزود من الضغط بنادل أهلي شايف أن اللعبة حرص الحدود ما قدرتش تحتفظ بتركيزها خاصتنا أنت بتلعب فريق كبير بحاجة من نادل أهلي طبعا أني نادل أهلي طبعا من فرق كبيرة اللي تعمل دغوك كبيرة جدا خصوصا لما بيكونوا متعادل أو خسرون بيضغب بشكل كبير جدا خصوصا بالأجناب يعني بعمل كرساك كتير جدا نزول وليد سليمان مع محمد هاني مع أفشا طبعا وجاي عملوا ضغط كبير جدا على الفرقة خلت حول كتير جدا لنادي الأهلي أعتقد أننا كنا فيه مشاكل دفاعي كويس جدا بس يعني اللعبة تراجعت بشكل مبالغ فيه شوية في شوت تاني كان لما لعب خلت قدام السردباكين تراجع بخط النص في حضن السردباكات فده عمل ضغط كبير جدا على اللعيبة طبعا ندي الأهلي من أندات كبيرة طبعا لتقدر عندها يعني لعبة مميزة تقدر تتخلص ماتش في أي وقت بس احنا يعني أعتقد أننا طول المباراة ما خلقناش لنادي الأهلي فرص كتير زي ما هم خلقوا فرص وإحنا خلقنا فرص بس الفرص ما كشفتل جدا في المباراة يعني أعتقد مباراة الحمد لله جيدة بس يعني أعتقد أننا كنا نستحق على الأقل النقطة يعني محمد أخذ من كلام حضرتك أن دكة البودلاء النهاردة كانت كلمة السر في فوزي الندي الأهلي طبعا الاتنين نزلوا جابوا أهداف كان قفشا أو وليد فأعتقد سر كلمة السر طبعا نزلوا نزلوا عملوا فرق طبعا مع الفرقة مع تغيير الطريقة طبعا مطالب مروانوا لعبوا 4-2-3-1 طبعا عملوا فرق كبير جدا طبعا هي خبرات أكتر بردو نعيب داخل براك كبيرة جدا ويقدروا ينهوا أي مبارا في أي وقت فقدر الله ما شئ أفق علي أتمنى الماضي الجاي اللعب يكون ترجع حاليتها مرة تانية مبارا وعدت عندنا مباراة كمان يومين مع المقاولين يعني يدوبا كنسافر الكاهرة نلاحب بعد بكرة فموضوع صعب جدا جدا أتمنى أن اللعب ترجع حاليتها مرة تانية إن شاء الله كابتن محمد عايز أختم مع حضرتك بسؤال مهم جدا يعني اللعبت النادي الأهلي لعبت قدام الأهلي موطشاط وانت لاعب ومنها موطشاط نهية في كاس ماصر وكاس السوبر النهاردة بتواجه النادي الأهلي الأول مرة كمدير فني شايف أنهي أصحب اللعب أسهل صراحة كنات كلها تقول لك اللعب أسهل كثير اللعب يتطلع بفرخ طاقته كلها في الملعب يعني اللعب أسهل بشكل كبير جدا طبعا أنت واقف برا يعني عايز تعمل حاجات كثير جدا يعني أنا جن النادي الأهلي الأول بتاع وليس سليمان أنا الوان تو بينا جدا التعامل اللعب أسهل بكثير من تدريب تدريب مهنة شقة جدا مهنة موت شكرا كابتن محمد واتمنى لك التوفيق في المباراة القادمة شكرا مشاكل جدا كابتن عيمن ده كان لقانا مع الكابتن محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود اللي اللعب مباراة كبيرا حيي عليها ونشكر لعبة فريق حرس الحدود